قرر مجلس الوزراء في جلسة الاعتيادية اليوم زيادة كميات النفط المصدرة ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية لتصبح 150 ألف برميل يومياً محسوباً على أساس شهري بدلاً من 100 ألف برميل يومياً جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي الذي أكد أن ذلك يأتي من أجل التوسع في المشروعات الحيوية والستراتيجية ولتوفير التمويل اللازم لها ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية بهدف التوسع في المشروعات الحيوية والستراتيجية بما يدفع عجلة التنمية والتطوير في البلد ولتوفير التمويل اللازم لها ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية تقرر الآتي الموافقة على زيادة كمية النفط المصدر ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية لتصبح 150 ألف برميل يومياً محسوباً على أساس شهري بدلاً عن 100 ألف برميل يومياً يومياً ترجمة نانسي قنقر